أعلنت وزارة الزراعة استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح أسيسي لمحاربة الغلاء وتبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حاليا حوالي 243 منفذا ثابتا بالإضافة إلى 30 منفذا متحركا تجوب المحافظات والميادين العامة تابعة لقطاع الإنتاج والزرعات المحمية وطرحت الوزارة بمنافذها كميات من الحوم البلدية بسعر الكيلو 150 جنيها والضان 145 جنيها والأرز البلدي بسعر 13 جنيها